الخبر الذي أعلنته الوزارة يوم أمس أو قبل يوم أمس موضوع إدراج سدة الهندية القديمة ونواعية رهية على لاحظة تراث العالم للري في الاجتماع الذي عقد في مراكش خلال يومين الماضية حقيقة هذا إنجاز عالمي يحسب إلى الحكومة العراقية وإلى وزارة الموارد المائية هذا لم يأتي من يوم وليلة منذ أكثر من سنة نعمل على هذا الملف تمكننا من استكمال كافة المتطلبات ونجحنا في إدراج هذه التحف حقيقة القائمة حاليا نواعير هيت قائمة وسدة الهندية القديمة قائمة سيتم بالتنسيق مع وزارة الثقافة إكمال تأيه لهم بالكامل حتى تكون منطقة سياحية ومحط أنظار العالم هناك رسالة واضحة من إدراج هذه المنشآت هي العراق إذا تكلمنا عن 1900 فما فوق فهو الماضي ليس بالقديم وإنما هو الوضع الحاضر للدولة العراقية منذ عام 1913 تم تنفيذ هذه السدة الهندية العراق يعتبر من أوائل الدول في موضوع استخدام الأرواء الحديث من خلال استكمال منظومة منشآت السيطرة والخزن من ضمن السدة في عام 1913 وكذلك النواعير هيت التي يمتد تاريخها إلى أكثر من 2500 عام فهذا حقيقة كوزارة نحن فرحين جدا بهذا الإدراج الذي حصل خلال فترة جدا قليلة من عمر هذه الحكومة دلالة على حرص الوزارة وحرص الحكومة على إضاح صورة العراق للعالم من خلال إدراج هذه المواقع المهمة على لاحة التراث العالمي للري هناك لاحة التراث العالمي للآثار تمكننا من إضافة أهوار الجنوب إلى هذه اللائحة وخلال هذه اليومين تمكننا من إضافة هذه المنظومات المهمة إلى لاحة التراث العالمي للري